فاللي بقوله لحضراتكو ده بمناسبة الكلام عن اللعيب فاحنا بنتكلم عن ديانج فشوفتوا مستوى عمل ازاي لعيب اساسي رغب كل الكلام ان هو بيبقى عنده عروض وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا واهتمامات من الصحافة الاوروبية بديانج ولكن بيظهر بشكل مختلف ليه؟ لانه ريح وخد اجازة وبالتالي رجع فاستريح عضلته استريحة مخه استريح فبالتالي هو صفقة جديدة خلال الموسم اللي جاي صفقة جديدة قديمة للموسم اللي جاي كل سنة وانت طيب يا ديانج عقبال 100 سنة عيد ميلاد أليو ديانج النهاردة كل سنة وانت طيب يا ديانج وعقبال 100 سنة نتمنى له الحقيقة عمري وافير ان شاء الله خلال الفترة القادمة لانه ديانج واحد من الناس او من اللاعبين اللي بيحبهم جدا جدا جمهور النادي الاهلي خلي بالحضراتكم من ضمن الفوز والتأهل لدور المجموعات مهم جدا قبل انطلاق بطولة الدوري العام المصري بالنسبة لللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة النادي الاسماعيل ان شاء الله هتبقى يوم الاربع القادم ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري ان شاء الله هتبدأ رسميا يوم الثلاثاء القادم